تحيتي جميلة تحية إليك حيث أنت وصلت تحية فيروز إلى جميلة بوحرد ولكن الأخيرة لم تحي بأحسن منها ولا ردتها حتى للمعتقلين الذين يخيم عليهم ظلام سجون الطغاة من دمشق إلى بيروت وصولا إلى قاهرة المعز لدين العسكر وعلى العكس فقد تبنت المناضلة الجزائرية الأيقونة مواقف الدكتاتوريات فاتحة أذانها ملء السمع لمزاعمهم عن المقاومة وتحرير فلسطين ومعرضة بصلف عن أصوات ملايين المعذبين والمشردين والمقتولين بغير ذنب سوى اللهم ذنب التحرر الذي ناضلت وقاتلت وحكمت بوحير بالإعدام في سبيله الاسم جميلة بوحيرت رقم الزنزانة تسعون وعلى بعد ستة عقود من سجن جميلة ثمت عيون تطفأ وأحلام تغتصب في سجن يشبه سجنها بظلمه وظلامه وقطوة جلاديه إلا أن قصائد السياب ونزار لم تدركهم لتجعل منهم أيقونات كفاح ولا أصابهم وابل من صوت فيروز ولا طل ليرفعهم فوق البشر درجات ولا أدركهم يوسف شاهين ليظهر صورهم للعالم بطريقته كل هذا وأكثر جعل من جميلة بوحيرت أيقونة خالدة عاصية على النقد ترى من شرفتها ما تريد كما تريد حتى إن صور قيصر التي جرحت ضمير العالم وأخجلت العيون فلم يعد لعين لم يفيد ماءها عذر لم تكن عند جميلة إلا سببا للتعنت في دعم نظام الأسد ضد قانون قيصر فنضالها وحده هو الحق وكفاحها وحدهما يجب أن نقطع أعمارنا متغنين به أما صور موتنا وعذاباتنا وتقطيع أجساد أطفالنا فهو مجرد فوتوشوب من صنعنا نحن نحن الذين كانت أرواحنا قبل أجسامنا تقف خشوعا لجلال وهيبة الأيقونة جميلة بوحيرت جميلة بوحيرت